قرار جديد للجنة المكلفة متابعة الأمن الغذائي في لبنان يقضي بمنع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج بهدف الحفاظ على موارد لبنان للاستهلاك المحلي بعد أن ألقت الحرب الروسية الأوكرانية ثقلا جديدا على لبنان فما هي الصناعات الغذائية التي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات والتي يمنع تصديرها في الفترة الراهنة ريث ما يتأمن البديل تبين أنه في بعض المنتجات اللي بيستوردها لبنان وكمياتها تجي من أوكرانيا وروسيا مثل الأمح والزيوت النباتية أخذ القرار أنه كل الأمح ومشتقات الأمح ممنوع تصديرها يعني بمشتقات الأمح عندك صادرات للبرغل الأمح المأشور هذه المنتجات كلها منع تصديرها كفاظا للأمن والاستمرارية تهمين السرعة للسوق الداخلي بالنسبة للزيوت أيضا كمان لأنه مجمع للزيوت النباتية خاصة جهد دوار الشمس كمان يستورد الكمية الكبرى منه للبنان من أوكرانيا الحبوب بعد ما أخذ القرار النهائي لأنه كمية الحبوب اللي بتجي من أوكرانيا وروسيا ضئيلة جدا مؤارنة مع الكميات اللي بتجي على لبنان من كندا، من أمريكا، من عدة دول، من أوروبا، من أمريكا اللاتينية ولكن هل من خسائر سيتكبدها القطاع مع تعليق تصدير مواد تنموية في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على مخزونها من السلع الغذائية؟ لأن العديد من مطاحن البرغول اللي مجهزين استثمارهم وإليتهم لتصنيع البرغول وإعادة تصديرهم وعندهم أصيارهم العالمية، دول طبيعية لحي يتأثروا دول عديدة اعتمدت هذا الحل المؤقت في إطار المحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية كسوريا، مصر، الأردن وغيرها ولتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها شهر رمضان